تسمم بإيه بالزبط بقى؟ يعني مثلا لو تسمم دوائي طيب نمرة واحد هو تسمم الدوائي دوان حجم الاثنين يأما تسمم نتيجة يعني أنه هو خد دواء جرعة زيادة بدون تعمد أو نتيجة أنه هو كان متعمد زي حالات الانتحار طفل صغير خد جرعة دوائية مهم جدا جدا أو شخص لازم يكون جايب كل ما يسهل للتركة المعالجة أنه يجيب الدواء ده الشريط اللي خد منه الدواء أو قلبة الدواء معاه عشان نقدر نحدد بسرعة إيه الجرعة المضادة لهذا الدواء دي نقطة مهمة جدا جدا نمرة اتنين أول ما يتناول أو يكتشفه نوع تناول الدواء قبل ما يفقدان الوعي دي مهمة جدا جدا يبقى انتقال بسرعة الانتقال دي مهمة جدا نمرة اتنين لو هو خد دواء وكلم مركز سموم أو ما يكلم مركز أي مركز متخصص لازم بينصحه أنه هو يبدأ ياخد أول حاجة نقلل الامتصاص الدواء من المعدة لأنه لو قدرت أقلل الامتصاص الدواء من المعدة يبقى أنا قدرت أوقف كتير جدا 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 من أثار هذا السم لأن الامتصاص الأكتر بيكون في الأمعاء إزاي أقلل دي أهم حاجة عندنا اللي هو اللي بتقال عليه الفحم النشط الفحم النشط ده من أكتر الحاجات اللي بتمتص الأدوية دي طب الفحم النشط ده إما ألاقيه متوفر في الصيدلية أو عندي طريقة سهلة جدا جدا إن أنا أجيب العيش بتاعنا العادي الأصمر ده وأحرقه وأطحنه يعني أدقه وأطحنه ويبلعه ويسفه ففي الحالة دي بيمتص الدواء ويقلل أنه هو يمتص وينزل الامعاء ويمتص والمفروض يكون يعني يمكن في كل بيت المفروض الفحم ده الفحم النشط مش دايما موجود في كل البيوت يعني إحنا من يدرش نقول لكن إحنا بنتكلم إن إحنا فيه بدائل ممكن نستعمل طريقة زي دي دي برضو بتساعد وبنقول لي أعمل كده وانتقل بسرعة للمكان المتخصص اللي حيعالج لك لأن فيه كتير جدا الأدوية لها جرعات مضادة ودي بتقلل كتير جدا من المشاكل بتاعتها طب من خلال برضو عمل حضرتك في المركز يعني إيه أكتر أنواع التسمم اللي منتشر في مصر؟ التسمم الدوائي الدوائي إحنا عندنا هنا يعني إيه الدواء عندنا في مصر زي ما أنت شايف كده سوق الدواء عندنا وطرق استعمال الأدوية مفيش عليها رقابة أو في عندنا متابعة أو في عندنا صرف الدواء بوصفة طبية ده غير موجود اللي بيروح يشتري من الصادلة يشتري الأدوية كانت تكون بتتبعها في السوبر ماركت فدي مهم جدا المكتبات